تسأل عن كفالة اليتيم تقول إلى عمر كم وهل هناك فرق بين الذكر والأنثى أختي أم محمد بارك الله فيك لا شك بأن كفالة اليتيم من الأعمال الجليلة والقرب العظيمة نبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة ولذلك كفالة الأيتام هذه من أبواب الخير والعبادات التي جاءت بها شريعة الإسلام بالنسبة للسن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن والمسند قال لا يتم بعد احتلام فيعني وصف اليتم ينقطع وينتهي بالإعبي البلوغ فإذا بلغ الذكر وبلغت الأنثى ما يقال لهم أي تام خلاص وكلما كانت الكفالة لليتيم الرضيع الصغير فهي أفضل من الذي يستطيع أن يقوم على أموره لماذا لحاجة الرضيع والطفل الصغير حاجته أشد من حاجة الولد الذي يستطيع أن يأكل ويشرب ويعتني بنفسه مثلا وأيضا هناك بعض الجمعيات الخيرية وبعض المؤسسات هذه عندهم حسابات معينة لقضية اليتم يعني يضعون لسنوات معينة هم لا ينظرون إلى مسألة البلوغ ولذلك هي تعتبر كذلك التفريق بين الذكر والأنثى ما عندنا دليل لكن ما في شك بأن إذا كان الإنسان خير بين ذكر وبين أنثى الأفضل الأنثى إذا خير ما استطاع أن يجمع بين اثنين مثلا لماذا؟ لأن الأنثى حاجتها إلى الرعاية والصيانة والحفظ والتربية والحماية أكثر من الذكر ولكن ما عندنا نص على التفضيل إلا أن الإنسان إذا خير قيل له ما عندنا إلا ذكر أنثى وهو غير قادر على أن يجمع بينهما يكون اختيار الأنثى فيما يظهر أفضل موسيقى موسيقى